أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حرص مملكة البحرين على الارتقاء برياضة أم الألعاب في منطقة غرب آسيا لكونها الدولة المستضيفة لمقر الاتحاد مشيدا سموه بجهود الاتحادات الأعضاء وكافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في النهوض برياضة ألعاب القوى في المنطقة وثمن سموه ثقة الدول الأعضاء بتسكية سموه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لدورته الجديدة 2017-2020 مؤكدا سموه أن الاتحاد سيواصل الجهود في سبيل تطوير وارتقاء هذه الرياضة لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه العامر بقصر الوادي أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للعاب القوى بمناسبة زيارته للمملكة لحضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية العادي وانتخابات مجلس الإدارة الجديد وقد نقل سمو تحيات حضرة عهل البلاد المفده بلغ الله ورعا للوفود المشاركة مشيرا سمو إلى أن توجهاته ومتابعة جلالته تبرهن حرص جلالته الدائم لدعم القطاعين الشبابي والرياضي ولرياضة ألعاب القوى بشكل خاص وأشار سمو إلى أن البحرين تعتز باستضافة الاتحاد على أرضها مؤكدا على أن البحرين ستظل داعما أساسيا للاتحاد وستسخر جميع إمكانياتها من أجل مواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات التي حققتها من جانبهم رفع أعضاء الجمعية العمومية التهني والتبركات لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على نجاح انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورته الجديدة مؤكدين ثقتهم بسموه نحو قيادة الاتحاد لمزيدا من التطور والنجاح مضيفين أن الاتحاد قد حقق نجاحات كبيرة في الفترة السابقة بفضل اهتمام ودعم سموه الرامي للنهوض بهذه الرياضة على مستوى غرب آسيا وكانت الجمعية العمومية لاتحاد دول غرب آسيا للعاب القوى فقد زكت سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيسا لاتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى لولاية جديدة تمتد حتى عام 2020 وذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد والذي أقيم بحضور ممثلي 11 دولة من أصل 12 وهم مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة فلسطين، العراق، سوريا، الأردن، اليمن، لبنان فيما غابت دولة قطر عن الاجتماع ما في شك أن اليوم اجمع جميع دول غرب آسيا على تسكية سمو الشيخ خالد رئاسة الاتحاد هناك قناعة من الجميع أنه فعلا الرجل المناسب المناسب هو اللي يطور برامج التحاد دول غرب آسيا وأيضا اليوم تشرفنا، هنينا على الثقة هذه وهنينا مجلس الإدارة وأيضا وجه سموه بأن يتم تكثيف الاجتماعات وأيضا أن تكون في بطولات تربط بين الزونز في دول آسيوية طبيعة الحال يمكن اليوم إعادة اختيار سمو الشيخ خالد تعزيز الاتحاد الغرب آسيا وأيضا نوع مؤشر إلى نحن في الاتحاد الدولي أن هناك دعم من هذه المنطقة تحديدا لألعاب القوة أيضا يمكن البرامج اللي يتحدث عن سموه اليوم يعطي نوع من التفاؤل الكبير أن المرحلة القادمة مليئة بالكثير من المفاجآت وبالنتائج الطيبة الغرب آسيا الحمد لله رب العالمين، اجتماع اليوم كان بالانتخاب والانتخابات مشت على أكمل وجه وكانت منصفة جدا على نان قدام الجميع وراضين على المجلس الإدارة الجديد وإن شاء الله ربنا يوفقنا للإنجاز اتحاد غرب آسيا هو اتحاد في طور النمو وإن شاء الله ربنا يقدرنا أنه نحصل إنجازات كبيرة على مستوى الاتحاد الدولي وعلى مستوى العالم كله طبعا اتحاد غرب آسيا يعني بدول مجاملة أنه شاف النور برأسة سمو الشيخ خالد لهذا الاتحاد الاتحاد تعرف الشيخ خالد الله يطول بعمرة هذه الدورة الثانية وكانت هناك في الدورة السابقة كانت إنجازات ملموسة إداريا وفنيا وتنظيم لوائح الدورة هذه هي انطلاق وتأكيد على دعمه لاتحاد غرب آسيا